نروح لي الحالة الثانية أنا هنا يمكن ديت جزء وحاجب اللقطة الثانية وحنشوف اللي صار زي كابتن أحمد احنا قلنا اللعب العنيف في السرزات لما بتنزل على مكان زي ده بتعمل مشكلة طب نحاتل الصورة الثانية هنا في ايه استخدام الحزاء ما فيش الفارد مش موجود دي حالة تانية من دمن الحالات دي كانت في الشرط الأولين تقريبا ويمكن ردوان جايد في مورا ابلي كده كابتن أحمد الراح وطرد لما راح للفارد رجع طرد دول حالتين يمكن أهم حالتين في المورا والنهاردة أنا شايف نجد نظر من هاردة الحالتين دول أثروا في نتيجة المورا الفارد النهاردة وردهم جايد النهاردة أخطاقهم بصرف النظر عن أداء الناد الأهلي والإجوان اللي ضاعد نتكلم كتحكم تاني يا جماعة في هذه المباراة لأننا حرمت نجد الآن النهاردة من طرد صحيح لحارس مرمى سانداونس وأيضا هنا أنا بود شايف حالة طرد موجودة في الشرط الأولاني يعني النهاردة نتكلم في حالتين طرد واحدة الشرط الأولاني وواحدة الشرط كابتن لازم نتكلم بجدية شوائية عن موضوع الفارد يعني يوم كان فيه وعود السنة اللي فاتت بالزبط في دور المجموعات باستخدام تقنية الفار بالزبط السنة للأسف ما حصلش قد تحدثي برضو أخطاء مؤثرة على الانتيجة المباراة كابتن عيمان احنا قولنا نالحكم لله النهاردة أنت بتدي له أبشن الفارد فإنت النهاردة حيارة الحكم مرة بالفارد ومرة بيروح من غير الفارد في النهاردة بيجي في ماتش زي نهارد هو أحيانا الساعد ببقى أواخد أن هو في الفارد موجود وبيتدي إعتمنى على الفار، نقص نلق النهارد من غير الفارد كنت تمني النهاردة نرشاني النهاردة أنت تحكم كبير جايد في هذه المرة. لكن لأسف شيء خطأين طبعا غير مقبولين. وأتمنى أن رضوان جايد يروح يراجع نفسه في الحالتين. نروح بعد كده لحالات اللي جاية. هنا بنكلم على المدرب. أولا المدرب ليس له الحق في دخول أرض ميدان اللعب إلا بإذن من الحاكم. طبعا هنا مدرب سانتاونز هو دخل في حالة أثناء توقف اللعب. وهنا البطاقة الصفرة مستحقة لأهزاء المدرب لتيجي الدخول وميدان اللعب بدون أذن الحاكم. في الحالة الثانية هو كمان اعترض. لما اعترض على قرار الحاكم إداله البطاقة الصفرة في البطاقة الحامرة. وبالتالي هنا شايف إن القرار كان قرار صحيح من الحاكم رضوان جايد. نروح للحالة اللي بعد كده. كنديد تقريبا آخر حالة. هنا البعض هنا بيشوف أن هدف بيرسي تاو لحظة لمس الكرة تسلل. ليه بقى كابتن أحمد؟ بيقول لحظة اللمس وموقف التسلل. هنا بنشوف هنا موقف اللعب نادل أهلي في هذه الحالة. طبعا هي لعبة واضحة جدا جدا. مش صعبة ولا حاجة. وأنا بحقي طبعا حكم مساعد فيها. بس كنت تتمنى لما هو يعني يبقى مجيد في هذه الحالة. كنت تتمنى أنك إنت في لحظة حارس المرمى لما تلعب أديه. كنت تدي الحكم. ولكن هنا طبعا هدف هنا تسلل واضح على اللعب نادل أهلي. تاني بنقول لك كابتن أنا لأسف الشديد النهاردة. رضوان جايد النهاردة. يعني حكم كويس. ولكن النهاردة رضوان أنت قرارين النهاردة أثروا كتير جدا في نتيجة مبارات نادل أهلي. نتمنى نمرة واحد من اتحاد الفريق أنه يطبق بقى يعني أو يحاول فيه المبارات القادمة يطبق فيه تقنية الفور. لأن النهاردة عندنا الحكام كابتن عادل. 90 دقيقة صعب أنه يبقى مركز في حالات داخل الصندوق. مرة تاني كابتن عامل نتمنى توفينة الأهلي فيه المبارات اللي جاي إن شاء الله. ونتمنى أن كل المبارات اللي جاي للأهلي يكسبها. وإن شاء الله هيكسبها. وهيسعد بإذن الله في الدور اللي جاي. شكرا جزيلا. شكرا.